موسيقى مساء الخير يوم الهجرة إلى إدلب يضع الاتفاق أمام ترتيبات جديدة فمن بضع مئات مسلحين مع عائلاتهم إلى آلاف يتدفقون لتسجيل أسمائهم وشد الرحال إلى مدينتهم غير الآمنة ووفق معلومات موثقة للجديد فأن نحو ثمانية آلاف نزحوا نحو نقطة التسجيل وعزموا على الالتحاق بركب النصرة وأن الأعداد مرشحة للتزايد في الأيام المقبلة وهذا التكاثر سوف يستلزم مزيدا من الوقت والتنسيق لسيما مع دخول الأمم المتحدة طرفا على خطوط إنسانية فضلا عن أن الخطوط العسكرية التي ستسلكها البصات الخضر تستوجب بدورها تنسيقا مع الحكومة السورية لكن الغطاء البشرية المهاجرة نحو إدلب سيعطي أبو مالك التل حصانة ومواكبة وهو الذي أعلن التزامه بنود الاتفاق لكنه أقدم على خرقه ضمن التصريح الواحد عبر تأكيده أنه خطف ثلاثة مقاتلين لحزب الله ليرتفع عدد أسر الحزب إلى ثمانية مهددا بأن أي غدر أو هجوم على المنطقة سيدفع ثمنه هؤلاء الأسر على أن أبو مالك شيمته الغدر وحذاقته لن تمر على المفاوضين اللبنانيين وحزب الله الذي سيطالب بالأسر الثلاثة قبل الخمسة في الوقت الذي يحكم فيه عسكريا على الجرد ويحاصر التل بين تلاله الساقط عسكريا فجغرافيا زعيم النصرة لن تسمح له بتغيير المعادلة وجل ما يقدر عليه هو الاختباء خلف نساء مهاجرات في موكبه لتأمين عبوره إلى مدينة تكفره ويطالب زعماؤها بإشهار بيعته لداعش قبل وصوله إلى إدلب